حضرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولية الإنسانية وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطينية وأسرهم لمخطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية فضلا عن تكدس مئات الألاف في مناطق غير مؤهلة لاستعابها وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناعي عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعادية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى ضوء ما هو مقرر من إحطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير طلبت مصر مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليته لوقف هذه الإجراء ودعت مصر الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة دوليا إلى تدخل للحيلولة دون المزيد من تصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة